اشتركوا في القناة كذلك نتطرق للمواضيع التي تخص التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من الورش التي تقدم للأطفال ومختلف المواضيع التي يتم ناقشتها خلال هذا المهرجان أغلب الورش التي تم العمل عليها وتقديمها خلال هذا المهرجان هي ورش مدروسة توجه للأطفال ممكن نقول تعليمهم نحن دائما نطمح من خلال البرامج التي نقدمها أن ندمج التعليم بالترفيه لإيصال المعلومة بشكل أبسط للطفل وممكن تثبت فيه باله وفيه عقله هذه كانت الدورة الأولى لمؤتمر الشارقة الرسوم المتحركة والتي كانت فترتها من 3 إلى 5 مايو وكان بالشراكة مع براغمو المؤتمر التقى على منصته للمرة الأولى كبار الرسامين وصناع المحتوى في مجال الرسوم المتحركة كان يتضمن المؤتمر لعديد من الندوات ورش العمل والفعاليات التي تخص هوات الرسوم المتحركة والمنتجين والناشرين في هذا المجال طبعا كان في عنا مشاركة من العديد من الدول كان في مشاركات عالمية ومحلية أيضا وطبعا يخصص المؤتمر منصات التواصل مباشر مع نجوم عالم الرسوم المتحركة مثل كان استضفنا جون نافيرس الحاصل على الجائزة الأوسكار وساندرو كلوز وفنان رسوم المتحركة والعديد من الفناني والرسامين في هذا المجال أولا أنا سعيدة ومتشرفة بالدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي دعوة مؤسسة فاهم للدعم النفسي بالمشاركة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل للحديث عن الصحة النفسية للأطفال بالتأكيد أن مشاركة مؤسسة فاهم خارج الأرض الدولة المصرية الأول مرة على أرض دولة الإمارات العربية الشقيقة فده بالتأكيد إضافة جيدة والحقيقة نحن بنتكلم عن دور نشاط مؤسسة فاهم للدعم النفسي والحقيقة مباركة القيادة السياسية والدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بملف الصحة النفسية بشكل عام في جناح مؤسسة فاهم للدعم النفسي بنقدم الكثير من الأنشطة للأطفال ورش عمل حكية وحقيقة ما شاء الله تشوف الأقبال كبير ومن كل الجلسيات وهذا شيء يعني مفرح وطيب والحمد لله قطاع النشر في الإمارات أيضا بعد الأزمة كوفيد يعني في تقدم وازدهار واستمرارية مثل ما نشوف بشكل عام كانت المشاركات جيدة عجبني مستواها لفت انتباهي التنوع الموجود ما بين الرسم اليدوي والرسم الرقمي اللي هو الديجيتال لفتو انتباهي الأعمال اللي فازوا بالجوائز خصوصا الأسماء العربية مثل الفنانة الرسامة لينا نداف أنها فازت بجائزة الثانية فأحس أنها خطوة وايد إيجابية لتشجيع الرسامين العرب لأن عادة غالبا يفوزون الأجانب في السنوات السابقة فالفت انتباهي هذا الشيء بالنسبة لهذا العام بالمبدأ أكثر الكتب العليا أكوبالان هي الكتب المصورة تحديدا المانجا اللي هي الرسومات اليابانية نعلم الأطفال في فرش متنوعة كيف يقدروا يعملوا أشياء هم الخاصة فيهم بالطبخ يعني كوكيز، آيس كريم، بيتزا، سباكتيا وطبعا معاه الناس إحنا مدليهم كيف يشتغلوا كلهم بيشتغلوا لحالهم إن شاء الله كتير حلو وبنصح الكل يجو لأن عن جد كتير رائع والتنظيم كتير حلو مثل كل سنة دائما متعودين أصلا أنه هيك بيكون والولاد كتير مبسوطين الحمد لله ترجمة نانسي قنقر